قليل من الناس من يؤتمن على الأموال والودائع فيحفظها ويصونها وأقل من ذلك من يؤتمن على الأسرار فيحفظها ولا يفشيها ومن هؤلاء حذيفة بن حسيل بن جابر بن عمر بن ربيع أبو عبد الله العبسي رضي الله عنه واليمان لقب حسل بن جابر رضي الله عنه أسره المشركون قبل بدر هو وأبوه ثم أطلقوهما بعد أن أخذوا عليهم العهد ألا يشتركا في القتال فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم وشكيا له ذلك قال إن صرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم شهد حذيفة وأبوه وأخوه أحدا وقتل المسلمون أباه يومئذ عن طريق الخطأ فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا كان يتميز بالفطنة والذكاء وسرعة البديهة فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ليأتيه بأخبار الأحزاب فدخل بينهم فقال أبو سفيان لينظر كل منكم من جليسه فأخذ حذيفة بيد من بجواره وقال من أنت؟ قال أنا فلان وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر كان حذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر والفتن لتجنبها والتحذير منها قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني شهد حذيفة نها واند فلما قتل النعمان بن مقر أخذ الراية وكان فتح همدان والري والدينور على يديه استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات وقيل مات بالكوفة بعد بيعة علي بن أبي طالب بأربعين يوما وذلك في سنة ست وثلاثين للهجرة فرضي الله عنه وأرضاه